السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله انه هده انت حقك تفرح انت بتخلص داي زيرو. ودوت الهومورك بتاع داي زيرو. فانت بتاخد اول خطوة من 30 خطوة اللي هو 30 داي وفقود. فانت بتخلص داي زيرو. ان شاء الله تبقى من احسن مبرمجين على مستوى العالم. ان شاء الله احنا بنكمل. احنا مطلوب منك هنا في الهومورك. هيتطلب منك ان شاء الله بعض الهوموركات كده تعمل لكم كده عشان تقوي نفسك. اول هومورك انت مطلوب منك اللي انت هتعمل تريسنج للكود. يعني ايه تريسنج? يعني انت هتعدى عليه سطر سطر. السطور اللي قدامك ديت كلها هتعدى عليها سطر سطر. شوف السطر الاولي دوت في مخك. ماشي? بيعمل ايه? ماشي? نوقع النتيجة. النتيجة منه هتكون ايه? الريزلت هتكون ايه? هتعدى السطر التاني. ونفس الموضوع هتبص هو ايه دوت بيطلع ايه? ايه النتيجة منه? والسطر التالت. السطر الرابع. نفس الكلام. السطر الخامس وهكذا. بعد ما بتطلحهم كلهم في عقلك. وخلاص انت عرفت النتيجة او انت متوقع النتيجة في عقلك. توكيد ده بتش اي كود ولا اي حاجة. تروح تنفز الكلام دوت عالكمبيلر. ماشي? الانتربريتر بتاعك او الكمبيلر ايه كان يعني. ماشي? البرنامج اللي احنا شغالين عليه. وتشوف هل النتيجة ديت? وفقت حقلي ولا ما وفقتش? ماشي? هل النتيجة ديت? صح زيان انا متوقع ولا لأ? ماشي? الكلام ده هيفيدك في ايه? الكلام ده هيفيدك قدام. لما انت تيجي تقعد ووص على مشاريع الناس المبرمجين الكبار. ماشي? فتلاقي دلوقتي في مبرمج كاتب الف سطر. الفين سطر. فانت بدأت صغير. بدأت بخمس سطور. بدأت بعشر سطور. وهتفضل تجبر كده. فانت مع الوقت هتبدأ تحلل اي كود وتفهم اي كود هو ايه اللي بيحصل فيه. وهنا الترك دوت ماشي ازاي? فتقدر بعد كده انت هتكبر نفسك وتقدر انت هتعمل مشاريع كبيرة. فدوت بتبقى بتاية تريسنج كود. انت هم خمس سطور. ماشي? بتتوقع النتيجة. تروح تحطوهم على البرمج اللي حنشها غنيين عليه. وتشوف النتيجة. هل النتيجة وفقت ولا ما وفتش? لو لو وفت اللي انت اللي مزهر قدامك. يبقى خلاص. يبقى انت ماشي صح. ما وفتش. يبقى انت بتحاول تاني وتشوف انا غلطتي فين. انا يبقى انا اتعلمتي جزء جديد. اللي في جزء انا ما كنتش واخد بالي منه. اللي دوت ممكن يبقى النتيجة معاه. اه لا مش مظبوطة. او ممكنش هيطلع بالشكل دوت عالسكريم بتاعتك. فهي ديت فانت مطلوب منك خمس سطور تعمل لهم وبعدها ان شاء الله تنفذ الكود دوت وتشوف هل النتيجة هي هي ولا لا. اه تاني حاجة ماشي تاني واجب عليك. اه هتطبع لي نفس الصورة ديت اللي قدامك تحت. هتطبع لي كلمة بتقول وفي قصين ماشي وبعد كده وفي كلمة مي في النص ونفس الموضوع فيهم كله. وفي كلمة مي في النص نفس الشكل دوت انا عاوزه يتكرر بس الكودة كنت. نفس يتكرر على الكودة كنت بالزبط. ماشي وفي الاخر تطبع لي الكلمة الصريفة لتحت ديت. we will learn a lot. انت هتفعلم كتير جدا. ان شاء الله هتفعلم كتير جدا خلال الدورة ديت. اه دوت الهمورك سري. هتطبع لي نفس الشكل دوت. على شكل المسلس دوت اللي قدامك. ماشي. وهيطبعك بنفس الشكل دوت. على الاسكريم بتاعتك. ماشي. وهيكون بنفس الشكل دوت. اه انت فكر فيها. ممكن تتعامل ازاي. ممكن اه ممكن اه دي كنت كده. هتطبع ستار. بعد كده في مسافة. ستار تانية وهي كزا. ازاي ما مباح يتكرر. بس ازاي تعمله بالشكل دوت. فانت قعد فكر. واعد جرب كده. وان شاء الله هتوصل للشكل دوت. وبعكل. وقل لي انا وصلت للحل. نفس الشكل دوت انا عاوز اتكرر. برضو تطبع لي نفس الشكل دوت. بتقعد بقى. هتلاقي ايه هنا? هتلاقي فيه كتير. بعد كده اللي هنا بتقل وهكزا. ماشي? لحد ما تطلع بالشكل دوت. بس. جرب بامر ازاي هتطلع حاجزا كده. ماشي? هنا نفس الموضوع بتاع اه انت دلوقتي. هتطبع على الشكل دوت وبعد كده بيكون العكس بتاعت. ماشي? ماشي? هيبقى اوامر كتير برامت. بس انا عاوزك تتعلم الامر بتاع البرامت بالكامل. ماشي? وتستمر كده. هنا بقى. تعد عليهم. هتعمل لي تريس انجل الكود بس جواك كمبيلر. ماشي? انت هتيجي بص كده. هتيجي تعدي عليهم اطر السطر. اول سطر. هل السطر دوت? ينفعي الطبع ولا هيزهر لي error? السطر اللي بعده. هينفعي الطبع ولا هيزهر error? تقعد تشك تعملي تستنج. انا عاوزك تشتغل بتاع تست. ماشي? وتيجي اول سطر كده. هل الامر البرينت دوت? ينفع فعلا يطبع ولا هيحصل مشكلة? تعد عليهم سطر سطر. ماشي? وبعد كده تجربوا عندك. اشتغل اه. ازاي ازاي تحل المشكلة ديت? وبرضه عاوزك تفكر في طريحة لها. ازاي تقدر تحل المشكلة ديت? ازاي تطلع بشكل كويس? وهكذا. فتعد عليهم سطر سطر. وبعد السطر سطر. انت اللي بيحصل? تشك على السطر ده هيتطبع ولا هيزهر error? ماشي. لو هيزهر error يحلوا. وتحلوا. بتبعتلي. بتقول لي والله انا حليته. او لو في حاجة واقفت قدامك وقول لي وانا اشتغل حالك تاني ربنا يوفقك. اه واخر حاجة ديت الرسورس اللي احنا شغالين عليها. ماشي? انتو بتفرحوا اللي تخلصت اول خطوة. بتبتجهين. وانا بزعلان لانا اول يوم بيخلص. وكده ان شاء الله يعني ما اسلنا قليل. وان شاء الله تبقى رحلة ممتعة. وبعد كده مش هشوف اه انش هشوفكم تاني يا عظم وبرمجين في العالم بازن الله. علمكم اللهم ينفعكم ونفعكم بما تعلمتم وزادكم علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.